بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكة مير ديايف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة عبر فيها سموه حافظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية أوزباكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وبعث سمو ولي العهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكة مير ديايف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة شوكة مير ديايف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده